طبعاً لما بديجي نتكلم مهدير عن لعبة الهوكي في مصر بشكل عام على طول لازم نتكلم عن الشرقية سواء الفريق رجال أو سيدات دولة فريق هوكي الشرقية للسيدات فاز ببطولة كاس مصر ودي المرة الخامسة في تاريخ النادي حانو نادي الشرقية معروف عنه تفوقه الدائم في هذه الرياضة معانا على التليفون للأستاذ إبراهيم الباجوري المشرف العام على قطاع الهوكي سيدات بالشرقية صبع الخير عليك يا فن صبع الخير يا أهلاً بحضرتك وألف مبروك في البداية الله يبارك لسيادتك وألف مبروك للمحافظ الشرقية كلها بكل تأكيد عايزين نتكلم بحضرتك عن المنافسة كانت عاملة إزاي للفوز بهذا اللقم المنافسة كانت شرسة لأن كل سنة والتانية بيتم عملية تطوير جامدة في قطاع الهوكي بالنسبة للأمدية المنافسة وبتمدد الشباب فهن يعني بالنسبة للتطورات والحمد لله دائماً الشرقية على منصة التفيج والمركة للأول طيب أستاذ إبراهيم بتقدموا إيه للفريق علشان يقدر يواكب التطورات اللي بتحصل حواليكم نقدم كل حاجة كل حاجة بتتيسر للفريق كان مجلس إدارة أنا بحب بشكر رهيز مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة على الأكمل إنهم بتزديل أي عقبات بالتن لقطاع الهوكي وأي أنسطة أخرى في النادي بنقدم ملابس وترضية وانتعالات ولو في مديد في مديد وفي بدلات كل حاجة يعني أعتبر كأنك بالضبط مع نادي أهل وتمال طيب عايزين نتعرف على أعضاء الفريق لو تعرفنا عليهم وتقولنا من المميزين فيهم لا أما الأسامي الأسامي كتير والبنات كتير يعني أنت بتتكلم في قوام 25-30 لعدم فصعد أن الواحد يأخذ الأسامي دي كلها وكلهم كلهم بقى تموم على يعني كلهم حسب من بعض عظيم طب أعمار الفتاة المشاركات في الهوكي في الشرقية إيه متوسط أعمار؟ أنا عندي في في الفريق الأول فيه تيدات متزوجة ومنجبة أطفال وبيشيبوا ولادهم وبيدوموا على التدريبات وبيدوموا على المباريات يعني حدين الرياضة من صغرهم أنا عندي الفريق دوت من سن موجودين في قلب النادي من سن ستة وسبع سنين ومشيين بالمراحل الأكاديمية وثم ناشيين ناشيين ببضا كان المشرف عليه وبعد كده أنا عندي موليد ألفين واثنين دول بيصبوا بيطلعوا بالأعمار السنية بيصبوا للفريق الأول وبعدين أنا أنا مش على قبل كاس مصر ولا دوري أنا أنا هزر موسي أنا حاصل على الرباعية الرباعية دي عبارة عن بطولة دوري العام للسيدات وبطولة كاس مصر للسيدات وبطولة الجمهورية لموليد ألفين واثنين أنا ستة والسوبر أنا واخد أول كاس وأول دوري وتم عمل مباراة السوبر مع لدي سموحة لاعتباره الوصيف في بطولة الدوري ده عظيم جدا الإقبال عامي لي يا فندم على الاشتراك في هذه اللعبة الشرقية كلها يعني لو مشيت في أي شارع في الشرقية أتلاقي كل واحد في إيده عصاية هوكي إيه السرف ده؟ إحنا زي ما بيقوله إحنا بلد الحكشة هو يقال على الهوكي أيام الفرانة الحكشة فبالحبهم وأكتريت لاعبة مصر اللي بتصب في جميع الأندية معظمهم شرقية المدردين شرقوا فزي الإسماعيلي كده برازيل مصر لو رحت الإسماعيلي مش هفيش ولا الشرق بيأخلوا من كورة وتبطين وماتش ولعبة نفس الوضع الشرقية ضيب ده عظيم جدا هل في محافظات مجورة بينضم لكم مثلا في فريق هوكي الشرقية للسيدات؟ آآ آآ في معانا في فتاة من محافظات مجاوز اللي بيشارك في البطولة الكاس دوري آآ تسع فرق تسع فرق طول فرقتين مش شرقية اللي هو فريق نادي الشرقية وفريق يارب نادي مش شرقية بل نادي الشرقية آآ وفي فريق استكار حديث بس للأسف مش مشارك بس هو موجود بيمارة اللعبة وبالعب بس ما فيش وكان في بردك نادي الصيادين وانداصع بردك بعدش في اللعبة وجميع العباء بتاعته انتشرت على معظم عنديد محافظات لكن ده يؤكد انتو بتقدموا الدعم اللازم لهذه اللعبة عشان كده متفوقين فيها سواء محليا أو قريا الحمد لله احنا الموسم اللي فات من المسلمين وغدين بطولة افريقيا وكان بينظمها النادي الشرقية في مدينة الإسماعيلية على مناعب قاية منابس وغدين البطولة كانت اول بطولة يتم حصول عليها بمبارك لحضرتك مرة تانية وكل توفيق السيد سبراهيم الباجوري المشرف العام على قطاع الهوكي سيدات بي الشرقية شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة